لا حول ولا قوة إلا بالله سواني لا إله إلا الله يا معيني رب يا معيني رب يا معيني رب سواني يا معيني رب لا حول ولا قوة معلش حقوق علي يا معيني رب لدي اللعبك سلام عليكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير هنتكلم النهاردة عن لعب الاهلي في قيمة منتخب مصر وتوقعاتنا للحاجات اللي رايح تعال بس الاول نشرب تفة قهوة خلاص ناكل قرص طورة بلعاجو ما بحبش لعاجو نخش في مضمون الحلقة على طول ارزع اللايك والدينا السنسكرايب والفولو والحاجات داي ويلا بينا ندقي رأيك في الطقية بتاع الطاهر سطلانة داي يلا بينا نبدأ الحلقة في الطوالي اكشن طيب احنا الاول نستعرض القيمة وبعدين نتكلم عن الاتداء هنشوف عندنا في حراسة المرمى محمد الشناوي احمد الشناوي محمد صبحي للحراسات والتأمين محمد صبحي مش جاي حراسة المرمى عشان بس نبقى واتحين محمد صبحي جاي حراسات وتأمين عشان يبقى مع البودجردات عديك برد ومحمد ابو جابل ده في حالة لو الشناوي تصاب عشان نكرر نفس اللي حصل في امم افريقيا اللي فاتت الله لا يعودها نخش على خاطة الدفاع علي جبر الخواطر محمد هاني في الدور التحتاني عمر كمال لله وحده احمد حجازي جدا محمد عبد المنعم محمد حمدي احمد فتوح احمد سامي سابقا وحن نتكلم في موضوع سابقا تم استبدال احمد سامي بياسر ابراهيم اسامة جلال نخش على خط الوسط خط الوسط حمدي فاتحي امام عشور محمد النني اللي مجنني مراوان عتية احمد السيد زيزو احمد نبيل كوكا سابقا وتم استدعاء مكانه مهند لشين ومعانا اخيرا في خط الوسط محمود حمادة خط الهجوم محمد صلاح مصطفى فتيحة افتيحة مصطفى فتيحة اللي هو مصطفى فاتحة بس انا ما ادلعه وعندك عمر مروش ومحمود حسن تريزي جول ومصطفى محمة واحمد حسن كوكا مهاجم الاهل القادم ومحمود كهرباء دي قايمة يعني قايمة ما اختلفناش كتير عن امم افريقيا اللي فاتت غرفة بعض عناصر كده في عناصر كتير او جديدة العناصر الجديدة زي مثلا مثلا يعني اسامة جلال زي محمود حمادة احمد نبيل كوكا دول ما اعتقدش ان هم كانوا موجودين في امم افريقيا اللي فاتت وعندنا في خط الهجوم احمد حسن كوكا ما كانش موجود واعتقد ان الكهرباء كمان ما كانش موجود طيب نخش على لعيبة الاهلي في العيبة الاهلي عدم لمواخزاع عندنا طبعا من الاهلي في حراسة المربع محمد الشناوي في خط الدفاع عندنا محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ياسر ابراهيم السالك الراجل المحترم سويا الراجل لما الناس استغربت ان هو ازاي بقى ده ده تم استبعاده الراجل خرج وقال لك بص ربنا يوفقهم ربنا يوفقهم ويوفق المنتخب الوقت احمد سامي ربنا يشفيه اتصاب فتم استدعاء ياسر ابراهيم عندنا في خط الوسط حمد فتحي سابق لماذا غيرت المكان يا ولدي لماذا غيرت المكان يا حمد يا حمد تخيل تخيل خط وسطنا كان يبقى امام عشور حمد فتح مروان عطية ينهر معجنة ما علينا موجود مننا في خط الوسط امام عشور هو مروان عطية وكان احمد نبيل كوكا اللي نتمال نالو الاصابة والصبر اه في مننا في خط الهجوم عندك محمود كهربا بس يعني احنا عندنا شناوي هاني عبد من عم ياسر امام عشور ويه اه منتاني ويه اه محمود كهربا عندنا ست لعيب طيب اه ايه سبب الاصابات الاصابة اغلب لعيب المنتخب هو سبب الاصابات عند هذا الروي رررررررر فيتوريا اه فانه عايز يبدأ المعصكر سريعا مريات ثم ما تدي يومين ولا حاجة راحة واستشفاء للعيال العيال جاة من معجنة دي يوم راحة بس يعني وطبعا كلنا عارفين ان نبيل كوكا اصلا كان مصاب من مطش الاتحاد وبيتحمل على الاصابة فدي كمان مشكل فالمهم طبعا محمد شناو هيلعب اساسي لا خلاف علي محمد عبد المنعم هيلعب اساسي لا خلاف علي اعتقد ان ياسر ابراهيم حيكون دكة وهيكون مكانه في الاساسي احمد حجازي اه محمد هاني ممكن يلعب بمحمد هاني وممكن يلعب بعمر كمال عب واحد على حزن ابراهيم رايحة فين في الباك الشمال اعتقد ان هم هيلعب بفتوح في خط النص اه هيلعب بامام عشور ومروان وحمدي فتح يا اما هيلعب بامام عشور ونني ومروان اوكي اعتقد انه في الهجوم هيلعب بصلاح ومصطفى وعالشمال هيلعب يا بمرموش يا بتريزيجي اوكي دي التشكيلة اه بتاعي اللعيب تلاهلي اللي هتتقلق اللي انا اتوقع لها تقلق محمد شنوي في المقام الاول القائد والحارس هو مش قائد منتخب مصر لان محمد صلاح قائد منتخب بصر اه تاني اللعيب من اللعيب تلاهلي محمد عبد المنعم قلب الاسد تاني اللعيب اتوقع ناسر ابراهيم لو شارك هيقدم اداء خرافي اللعيب الرابع اتوقع اه بازن المولى عز وجل ان امام عشور هيداشم للدنيا اللعيب الخامس الخامس المروان اعطي اعتقد ان هو هيكون مفاجئة البطولة اعتقد ان الخامس اللعيب هدول هيعملوا حاجة لكن كهرباء كهرباء قريدي معانا بيضيع كتير معلش يا كاروين انت عارف ان انا هحبك اللي انا هحبه لكن كهرباء ومشكلته في الفينيش الفينيش على الله يعني يتصيب يتخيب فالكلام ده مش هينفع مع المنتخد لان انت هداخل بقى تلعب الكوتي دفور اه فارضوهم وداخل بقى تلعب نايجيريا واسيوبيا ومينيا القمح وسمنود واجينا واسماعليا والسويس وبرساة داخل تلعب كل الدول دي اه كل الدول دي بقى بتدايري بالمرج بشوبرا الخيمة بشوبرا مصري بكشر التحرير بكشر الزعيم بكل هتلعب دول كله واخبالك فشغل انك هي هتجي لك فرصة واحد ضيعتها شكر مش هتيجي تاني مش هتيجي تاني فانت لازم تستغل الفرص وتبقى راجل جدع تبقى راجل ايه جدع فاتمنى التوفيق لمنتخبنا اتوقع ان المنتخب مش هيحقق البطولة وده التوقع يعني واعتقد ان اغلب المصريين مش متفقلين ولكن لو نرجع بالزمن يمكن دي الحاجة الوحيدة لدخلين متفقلين اه الفين وستة الفين وستة ما فيش حد كان متوقع ان المنتخب مصر ياخد البطولة ابدا ولكن منتخب مصر بالاداء الرجولي قبل الفنيات كسب البطولة وفاجئة الجميع فاتوقع اننا مش هنكسب البطولة زي مسائر الشعب المصري متوقع ولكن نتمنى كل التوفيق للمنتخب ان هو يكسب بطولة لان فيه اجيال اه كاملة ظهرت ما شافتش اه منتخب مصر هو بيكسب بطولة اخر بطولة كسبناها الفين وعشرة يعني اللي تولده الفين وعشرة عندهم اربعتاشر سنة دلوقت اربعتاشر سنة منتخب مصر ما اخدش البطولة ففي نشأ كامل وجيل كامل نفسه يشوف منتخب مصر بياخد البطولة وفي النهاية ما تنساش اللي هو كده هو كده هو والاشتركوا الفولو بقى لو انت على الفيسبوك ففولو ولو انت على اليوتيوب فاشتركوا اكتب لي كومنت حلو كده بتوقعاتك ليه منتخب مصر هينيل ايه ونستأذينكم بقى عشان القرص الترى ببردت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا معين يا رب الامة دي صعب اصعب حاجة الامة اصعب حاجة اصعب حاجة الامة الله العظيم اصعب حاجة الامة تبقى صعبة مو يعني الحلقة سهل الامة هي اللي الامة الامة